السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلب التخصصات المعمارية في كل مكان أسعد بالقاية بكم من جديد مع حلقة جديدة إن شاء الله من درسنا المعمارية واللي المهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها عن مراجعة عامة بنتناول فيها طبعا جميع حلقات اللي ذكرناها على مظاهر العام ولكن بشكل مراجعة أو في شكل مراجعة عامة ودي أحبين نأكد أو ننوى إن الحلقة دي خاصة بأبنائي الطلبة اللي ما تمش أو ما كتبش لهم التوفيق في الدور الأول يبقى الحلقة دي خاصة بأبنائي اللي لهم دور تاني في مادة حساب الإنشاءات ومادة حساب الإنشاءات طبعا بشكل عام هي مادة عامة بتدرس لجميع التخصصات المعمارية ويعتمد بالشكل الأساسي أو فيه بشكل كبير على الجزء أو الشق الرياضي والحسابات وبالتالي محتاجة مجود من أبنائي الطلبة وأحبائي اللي طبعا بنكن لهم كل احتراموا تقدير وندعو لهم يا رب دايما التوفيق والسداد والنجاح في العملية التعليمية ومن كتب له عدم التوفيق في الدور الأول بندعو لهم علي القدير يوفق إن شاء الله إذا تابع معنا وكان ملم بدروس وعناصر المراجعة اللي هتتم النهاردة بإذن الله بإذن الله بنضمن له عملية التوفيق والنجاح في مادة حساب الإنشاءات يبقى محتاج من حضرتك أنك أنت تكون جاهز معنا متابع الحلقة من أولها حتى النهاية ليه؟ لأن احنا نتكلم وهنتناول في أثناء سرنا في عملية الشرح أو هنتعرض لجميع الدروس وعناصر المسائل وأشكالها المختلفة اللي موجودة عندنا في مادة حساب الإنشاءات واللي هنتكلم فيها بشكل مختصر على شقين الشق الأول هتناول الأسلة النظرية صح وخطأ وأكمل أما الشق الثاني هيكون شق خاص بالتمرين والمسائل وهنتناول فيها الكاميرات الكاميرا البسيطة والكاميرا المركبة والأحمال الموزعة والأحمال المركزة ثم هنتقل بعد كده لتصميم الحساب ردود الأفعال على الكوبيل طبعا بالحالات بتاعتها وبعد كده ندخل على عزم القصور الذاتي ثم نتناول بعدها الجزء الخاص بتصميم البلطات بمعنى أدق هنتكلم عن كل جميع عناصر الورقة الامتحانية واللي إن شاء الله بأمر الله لن يخرج عنها الامتحان إذن حضرتك وطالب أنك أنت تتابع وتكون ملم بكل اللي هنقوله وتكتب كل كبيرة وصغيرة هتتقال في الحلقة بتاعتنا النهاردة ما تغادرش القناة ولا تسيبها ليه؟ لأن احنا هندرس بشكل عام أو هنعمل مراجعة بشكل عام على كل عناصر المادة وما تنساش من المراجعة النهاردة هي اسمها مراجعة ليلة الامتحان يعني بإذن الله بإذن الله يعني لن يخرج عنها الامتحان ودي بتكون آخر مراجعة خاصة بالمادة بتاعتنا اللي هي مادة حساب الإنشاء نشوف مع بعض كده ونروح للشريح بتاعتنا ونبدأ مع بعض أول نوع من الأنواع الأسئلة بتاعتنا هيكون أسئلة صح وخطأ أو أسئلة أكمل عفوا أول سؤال عندي بيقول لي ما هو المقصود بمركز السقل وخلي بالك يا شباب أو خلي بالكم إن مركز السقل من أهم الأسئلة أو الموضوعات في مادة حساب الإنشاء اللي لا يجوز أو لن يخرج عنها الامتحان ولا يجوز يكون فيه امتحان خاص بمادة حساب الإنشاءات ولا يتعرض لمركز السقل سواء بالتعريفات أو بالمسائل والتمرين الخاصة بمركز السقل يبقى أول سؤال عندي بيقول لي ما هو المقصود بمركز السقل فالإجابة هو نقطة من الجسم بيمر بها خط عمل وزن الجسم دائما ومهما اختلف وضع الجسم في الفراغ ويرمز له بالرمز مين يبقى ثاني هو نقطة من الجسم مركز السقل ده عبارة عن نقطة من الجسم يمر بها خط عمل وزن الجسم دائما يبقى خط عمل وزن الجسم ده بيمر دائما بالنقطة اللي موجودة فيه الجسم أو فيه الشكل ومهما اختلف وضع الجسم في الفراغ أي أن كان وضع الجسم أو شكله مستطيل مربع دائرة أو شبه منحرف أي أن كان وضع وشكل الجسم فيه الفراغ بيرمز له مركز السقل بالرمز مين إبا ده أول سؤال وأول إجابة عندنا له السؤال رقم اتنين من أنواع الكاميرات وطبعا أنواع الكاميرات مختلفة وعديدة هنقول أنواع الكاميرات الكاميرا البسيطة ثم الكاميرا الممتدة الأطراف الكاميرا المستمرة والكاميرا المسبتة ولو إحنا حابين نفرق ما بين الكاميرا البسيطة اللي هي الكاميرا ما تكونش ممتدة يعني عندها ركيزة من الجنب الشمال وركيزة من الجنب اليمين وخلاص منتهية بعد كده ما هيش ممتدة تاني أما الكاميرا ممتدة الأطراف ممكن تكون ممتدة من طرف واحد سواء من الطرف اليمين أو من الطرف الشمال أما الكاميرا المستمرة بتكون مكملة من بعد الركيزة من الطرف اليمين والطرف الشمال بعد كده الكاميرا المسبتة ودي كده أنواع الكاميرات السؤال اللي بعده من أنواع الركيز طبعا ده سؤال خاص بالركيزة اللي بتستخدم فيه الكاميرات او اللي بتكون مثبتة اسفل الكاميرات او الجزء اللي بيكون اسفل الكاميرات او بمعنى اصح الركائز بتاعتي اللي هي عندنا بتكون في بعض الاحيان بتكون عبارة عن ايه عبارة عن الاعمدة طيب الركائز دي عبارة عن ايه فيه ركيزة حرة وركيزة مفصلية وركيزة سابتة يبقى من انواع الركائز تلاتة او انواع الركائز تلاتة الركيزة الحرة وركيزة المفصلية والركيزة السابتة وطبعا كل واحد من التلاتة له رسمة كروكي بتوضح الشكل بتاعه ومرنا بيها وشفناها قبل كده لكن في السؤال بتاعي مش مطلوب انك انت ترسم ولكن المطلوب انك انت تذكر يبقى بيقولك اذكر انواع الركيز فتقول ركيزة حرة ومفصلية وثابتة يبقى كده ده السؤال رقم 3 بالاجابة بتاعته في الاسئلة النظرية بتاعتي وهو النوع من الاسئلة اللي هي اسئلة اكمل طيب نشوف النقطة اللي بعدها بيقول لي هنا برضو ويتعرض في السؤال ده لمركز السقل وده جايب سؤال عن مركز السقل مركز السقل صفيحة رقيقة منتظمة على شكل مسلس هو نقطة التقاطع او نقطة طلاقي المستقيمات للمسلس ويبعد نقطة من الارتفاع نقطة الارتفاع من جهة نقطة ونقطة الارتفاع من جهة نقط يبقى كده النقطة كلها محتاجة اننا لازم اجاوب عليها عشان النقطة تكمل عندي او الاجابة تكمل يبقى تاني اناقولها بقى بشكل كامل يبقى مركز ثقل صفيحة رقيقة منتظم على شكل مسلس او بمعنى اصح مركز ثقل المسلس هو نقطة طلاقي المستقيمات ويبعد تلت الارتفاع اللي هو سلس الارتفاع ويبعد سلس الارتفاع من جهة القعدة وسلسي الارتفاع من جهة الرأس يبقى تمام كده يبقى التلت بيكون التلت او مركز الثقل في المسلس يبعد التلت من جهة الارتفاع من جهة القعدة تلت الارتفاع من جهة القعدة وسلسي الارتفاع من جهة الرأس يبقى ده مركز الثقل للشكل اللي هو عبارة عن مسلس طب النقطة اللي بعدها بيقول لي يعرف عزم الانحناء بانه عزم الانحناء ده بيستخدم فيها شباب او بتعرض له في ايه بتعرض له في اسئلة الكاميرات بانواعها والكوابيل سواء بها موزعة بانتظام او مركزة او مركبة كده كده بيطلب مني عزم الانحناء بعد حساب رد الفعل ومنحانا قوى الايه القص يبقى السؤال هنا بيقول لي عرف الانحناء او عزم الانحناء فالاجابة بتاعته هو مجموع عزوم القوى المؤسرة من جهة واحدة طبعا سواق من اليمين او اليسار عند اي نقطة من الكاميرا وينتج عنها انحناء للكاميرا طيب يا شباب بنأكد على الجزئية دي بنقول ان عزم الانحناء بيحدث ايه عزم الانحناء عزم الانحناء هو نتيجة لحمل الحمل ده بيكون في احد اطراف الكاميرا او في اتجاه واحد اما من الجنب اليمين او من الجنب الشمال طب العزم الانحناء ده ايه بينتج عنه ايه للكاميرا ايه اللي بيحدث الكاميرا بيحدث عنده ممكن دوران او انحناء للكاميرا لو انا بتخيل لو انا بضغط ده عند الكاميرا وبضغط هنا بحمل معين الحمل ده بيعمل عزم للانحناء العزم ده بيكون عبارة عن ايه عبارة عن دوران او بيحدث انحناء مفاجئ للكاميرا بتاعتي وده بيكون من اتجاه واحد سواء من الاتجاه اليمين او من الاتجاه الشمال وطبعا انا بحسب عزم الانحناء بناء على ايه بناء على حساب رد الفعل يعني ايه تاني يا شباب يعني مش هتقدر توصل لرد الفعل اه اسف عزم الانحناء لما تكون قدرت توصل لرد الفعل سواء كان عند الركيزة اليمين او الركيزة الشمال وبالتالي انت مطالب انك انت تحسب رد الفعل الاول في الكاميرات عشان تقدر بعد كده تحسب عزم الانحناء ليه؟ لان لكل فعل رد فعل مساوي له في المغدار ومضاد له في الاتجاه اذا كان عزم الانحناء ده مش هيكون له فعل مضاد او رد فعل مضاد له هينتج عنه انحناء في الكاميرا الخرصانية وبالتالي هيحدث عندي مشاكل كبيرة في المدنى بتاعي اذا انت مطالب ان لكل فعل رد فعل طبعا انا هجيب رد الفعل ده منين؟ إذا كان الفعل عبارة عن الأحمال اللي موجودة على الكاميرات يبقى أرد الفعل اللي هو بحسبه سواء بالقوانين بتاعته زي ما هنشوف في التمرين اللي جاية كمان شوية سواء كانت الكاميرا كاميرا بسيطة أو كاميرا محملة بأحمال موزعة بانتظام ده له طريقة وده له طريقة سواء الكاميرا كاميرا متمثلة أو كاميرا غير متمثلة عشان أقدر بعد كده أحسب عزم الإنحناء نرجع للإصلاد بتاعنا تاني ونكمل يبقى خلاص أنا عرفت كده عزم الإنحناء هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموع زومة القوة المؤسرة وطبعا بتكون من جهة واحدة إما من الجهة اليمين أو جهة اليسار عند أي نقطة من الكاميرا وبينتج عنها إنحناء أو ده النتيجة بتاعتها إنها يحصل عنده إنحناء في الكاميرا ده المشكلة اللي بتنتج من عزم الإنحناء نشوف النقطة اللي بعدها أو السؤال اللي بعده مركز سقل حلقة دائرية طبعا بيكون مركزها الهندسي لو أنا عندي شكل دائري طبعا الأشكال بتختلف في الفراغ أيا كان الشكل بتاعي بيكون له مركز سقل مركز سقل ده عبارة عن نقطة موجودة في الشكل بتاعي طبعا أيا ما كان شكله دائري أو مربع أو مستطيل له مركز سقل أما لو كان بقى هنا الحالات بتاعته بنتناولها إذا كان مسلس طبعا هتكلمنا عليه من شوية إذا كان دائري أو نشوف الوضع التاني أو الشكل التاني إذا كان شكل دائري بيكون مركز السقل بتاعه في مركزها الهندسي تمام كده السؤال اللي بعده إذا كان ناتج قسمة خلي بالك بها عشان ده خاص بتصميم البلاطات إذا كان ناتج قسمة طول البلاطة على عرضها أصغر من أو يساوي اتنين يعني الناتج هنا أصغر من الاتنين أو يساوي اتنين يطلق عليها بلاطة ذات طبعا اتجاه واحد بينما إذا كان الناتج أكبر من اتنين بيطلق عليها بلاطة ذات اتجاهين بل بلاطة ذات الاتجاهين اللي بيكون فيها آسف احنا طبعا عملنا الإجابة بالعكس إذا كان الناتج أصغر من اتنين بيكون البلاطة ذات اتجاهين إذا كان أكبر من 2 بيطلق عليها بلاطة ذات اتجاه 1 وده طبعا هنشوفه فيه تصميم البلاطات في التمارين اللي جاية فيه الشريح إن شاء الله كمان شوية زي ما هنشوف مع بعض يبقى إذا كان الناتج أصغر من 2 أو يساوي 2 بنقول للبلاطة ذات اتجاهين أما إذا كان الناتج أكبر من 2 بيطلق عليها بلاطة ذات اتجاه 1 وده طبعا واضح قدامكم السؤال والإجابة بتاعته عشان لو حد من أبناء بيسجل ورايا عشان بعد كده يعمل عملية مراجعة مركز سقل صفيحة رقيقة يبقى ده كمان شكل تاني من أشكال مركز السقل هناك كنا تكلمنا في الشرحة السابقة عن المسلس وهنا تكلمنا عن الدائرة هنا في السؤال بتاعنا بتكلم عن متوازي الأضلاع طب حضرتك ميستر مركز على مركز السقل ليه؟ زي ما قلت لك أن مركز السقل من أهم التمرين أو الموضوعات في مادة حساب الإنشاءات التي لن يخرج عنها الامتحان لابد أن أي امتحان يتعرض لمركز السقل وطبعا مركز السقل ليه شقين سواء الجزء النظري أو جزء التمرين زي ما هنشوف كمان شوية واللي احنا شغالين فيه حاليا طبعا بنتناول نقاط في وسط النقاط بتاعتنا الخاصة بمادة حساب الإنشاءات فيما يخص مركز السقل هنا بنتكلم على شكل متوازي الأضلاع أو معين أو مستطيل أو مربع بيكون مركز السقل بتاعه هو نقطة تقاطع القطرين يبقى نقطة تقاطع القطرين هي عبارة عن مركز السقل للأشكال الهندسية سواء كانت متوازي أضلاع أو معين أو مستطيل أو مربع يبقى الأشكال المنتظمة بتاعت بشكل عام مركز السقل بتاعها هو نقطة تقاطع القطرين يشوف الجزء اللي بعده هنا أسئلة تانية طبعا أو نوع تاني من الأسئلة أسئلة صحة وخطأ بيقول لي هنا في النقطة الأولى إذا كان ناتق قسمة ارتفاع العمود وده خاص بتصميم الأعمدة يا شباب عشان تكون عارف أن احنا هنا ألمينا بكل الأسئلة وكل التمرين اللي متوقعة أو اللي موجودة عندي في المادة بتاعتنا بداية بعزم القصور الذاتي ومرورا بأنواع الكاميرات والأحمال وصولا لتصميم البلطات والأعمدة وتصميم الأعمدة زي ما احنا شايفين عندنا كده دلوقت ثم بعد كده تسليح الكاميرات والبلطات ففي السؤال ده بيقول إذا كان ناتق قسمة ارتفاع العمود على أصغر ضلع فيه يبقى أنا هنا هأسم ارتفاع العمود على أصغر ضلع فيه أقل من خمستاشر يكون العمود إيه؟ قصيرا يبقى الإجابة هنا إجابة صحيحة السؤال اللي بعده يعني إيه تاني نوضحها؟ يعني أنا لو بأسم ارتفاع العمود عشان أحسب حاجة يا شباب اسمها نسبة النحافة طيب نوضح نسبة النحافة نسبة النحافة في العمدة مطلوبة مني عشان أقدر بناء عليها أحدد نوع العمليات الحسابية اللي هتتم على العمود اللي أنا بحسب له أو بأجري له عملية التصميم عشان أقدر بعد كده أقول العمود ده محتاج أنه يسلح بأدى كده من الحديد وطبعا قد كده قطاعه الخرصاني عبارة عن كام في كام ده كله ده بيتم بناء على إيه؟ بناء على قانون القانون ده في البداية خالص اسمه قانون نسبة النحافة إذا كان ارتفاع العمود بأسم ارتفاع العمود على أصغر ضلع من أضلاء العمود طبعا هو بيكون مديك طول العمود وعرضه ونازم نفرر طبعا ما بين الطول والعرض والارتفاع ارتفاع العمود معروف أما الطول هو الجنب الطويل من العمود والعرض القصير من العمود لو أنا عندي عمود ارتفاعه خمسة متر في كده عرفت إن الارتفاع خمسة متر طوله أو أبعاده بقولك قطاع العمود عبارة عن تلاتين في خمسة وعشرين أربعين في عشرين هنا الطول حيكون أربعين والعرض هيكون عشرين يبقى أنا كده بأسم ارتفاع العمود على أصغر خلي بالك أصغر ضلع فيه أصغر ضلع فيه اللي هو عشرين طب عشرين كده يا مستر يعني ينفع أن أنا أسم الخمسة متر على عشرين من مية كده هيبقى طبعا أنا سامح حد من أبناء الطلبة اللي هو كويس في مادة الرياضيات وبيجري العمليات والمعادلات الرياضية بيقولي لا يا مستر ما ينفعش ليه للاختلاف طبعا لأن هنا الارتفاع بالمتر أما الطول أو العرض بتاع أصغر طلع في العمود عبارة عن 20 من 100 بالسنتيمتر فما ينفعش أنه نقسم متر على سنتيمتر إذن أنت طبعا هنعمل إيه يا مستر إما هنحول المتر إلى سنتيمتر أو سنتيمتر إلى متر والأسهل والأيصر أننا طبعا بحول المتر إلى سنتيمتر لأننا عند ضلعين بالسنتي اللي هو الطول والعرض يبقى أنا أخلي الارتفاع بالسنتيمتر يبقى الخمسة متر هيكون كام 500 قسمه على 20 إذا طلع 20 طبعا مش 20 من 100 لأننا كده بتكلم بالسنتيمتر يبقى طبعا ده أغلب أبناء بيقع فيه أنه بيقسم المتر على السنتيمتر ويطلع الناتج طبعا بكل الناتج عنده ناتج قطأ وبالتالي باقي المسألة بتكون عنده المحصلة في الآخر بتطلع بصف طيب أعمل إيه يبقى أنا كده يا شباب أخلي بالي وركز واشوف هو في السؤال يديني ارتفاع العمود ده بالمتر ولا بالسنتي والأبعاد بتاعتي اللي هي الطول والعرض للعمود قطاع العمود بالمتر أو بالسنتي ليه عشان لما أقسم ارتفاع العمود على أصغر ضلع فيه الناتج اللي هيطلع لو هو أصغر من 15 يبقى كده العمود قصير هياخد طبعا مصار معين في القوانين بتاعته الخاصة بحساب اللي هي بحساب ألف سين اللي هو قطاع التسليح بتاعي أو ألف خا اللي هو قطاع اللي هي قطاع الخرصانة الخاص بالعمود بتصميم العمود طيب إذا كان أكبر من 15 طبعا بياخد قانون تاني واتجاه تاني فيه حسابات عملية التصميم الخاصة بالأعمدة يبقى تاني بعمل عملية اسمها في بداية تصميم الأعمدة اسمها نسبة النحافة نسبة النحافة بتساوي ايه مصطر بتساوي ارتفاع العمود على أصغر ضلع فيه طب ارتفاع العمود ده لازم يكون بايه لازم يكون اما بالمت يبقى اصغر طلع يكون بالمت او لو انا هشتغل بالسانتي في ارتفاع العمود يبقى احوله بالسانتي ويكون برضو قطاع العمود عندي بالسانتي يبقى طوله في عرضه بالسانتي مت وارتفاعه بالسانتي مت او لو انا هشتغل بالمت يبقى ارتفاعه بالمت وطوله العرض بالايه بالمت ده للتأكيد وللتوضيح لابناء الطلبة عشان اثناء عملية المرور في الشريح بتاعتنا هنتعرض لعملية التصميم للأعمدة فيبقى عارف وفاهم ان انا هنا اجري عملية التحويل قبل ما اعمل عملية حساب نسبة النحاف نبص كده على الشريح بتاعتنا ونكمل السؤال رقم اتنين يقول هنا يوضع حديد التسليح الرئيسي في الكاميرا البسيطة لأسفل لان منطقة الضغط طبعا بتكون فين لأسفل ده الإجابة خاطئة لأشباب لان هنا الحديد الرئيسي في الكاميرات وبنسميه سفلي الحديد ده بتحط في الكاميرا في اسفل الكاميرا بيطلق عليه الحديد الرئيسي ليه عشان ده الحديد عموما بشكل عام بيقاوم الشد اما الخرصانة بتقاوم الضغط جهد الضغط اذا الاجابة هنا اجابة خاطئة يبقى التعديل بتاعه او الصحة بتاعها بقول يوضع حديد التسليح الرئيسي فيه الكاميرا البسيطة لأسفل لحد كده صح لان منطقة ايه بقى المفروض اقول منطقة الشد بتكون في الكاميرا ليه لأسفل لان انت لو انت عندك كاميرا ومحمل عليها بحمل طبيعي اللي هيحدث لو انا ما عنديش حاجة بتقاوم الكاميرا هيحدث فيه انحناء الانحناء ده بيكون ليه لأسفل اذا مقطة الضعف اللي موجودة عندك بتكون فين في اسفل الكاميرا الخرصانية وبالتالي الحديد الرئيسي بتاعك اللي هيقاوم عملية الانحناء ده لازم يكون موجود في اسفل الكاميرا يبقى الحديد الرئيسي بنسميه سفلي بيكون موجود فين في أسفل الكاميرا أما الحديد العلوي في الكاميرات هو حديد سينوي مالوش يعني زينا بيقول كده دوره الرئيسي إنه هو بيتربط فيه السفلي والحديد اللي بيبقى موجود فيه منتصف الارتفاع الكاميرا واللي بيطلق عليه مكرب أو مكسح ده اللي بيكون موجود في أسفل الليه فيه منتصف الكاميرا وبتغير على حسب منطقة الشد طيب نشوف النقطة اللي بعدها يقدر الحمل الموزع خلي بالك هنا بتكلم على الحمل الموزع اللي بيبقى موجود على الكاميرات وهنا لازم نفرق ما بين ثلاث أنواع شباب من الأحمال يبقى أصدق كده مرورنا زي ما احنا نشغالين وأنا بتكلم في صحة وخطأ الجزئية اللي محتاجة يسمط بنلقى عليها الضوء هنا لازم نفرق ما بين ثلاث أنواع من الأحمال هو هنا في السؤال بتاعنا أو في السؤال بتاعنا بيقول لي أنواع أو هنا بيقول يقدر الحمل الموزع بقى المتر الطول ليه؟ هنا تكلم عن الحمل الموزع الحمل الموزع بيكون حمل ماسك بداية الكاميرا لنهاية او جزء او قطاع من الكاميرا ومن اسمه موزع باين ان هو هيكون موزع وبالتالي بتحسب بالمتر الايه بالمتر الطولي ايجابة هنا ايجابة صحيح ده فيما يخص النقطة او التساؤل بتاعنا اللي احنا بصداده دلوقت اما الفرق بقى او العكس بتاعه الحمل المركز ومن اسمه برضو باين وواضح ليه الحمل المركز حمله مركز بيكون تركيزه في نقطة معينة من مناطق الكاميرا وتأثيره بيكون تأثير ايه يا شباب تأثير مباشر في الجزء اللي بيقع عليه يعني لو انا عندي لو هنشبه ان انا عندي الكاميرا بتاعتي ليه دي موجودة وده حمل الحمل ده حمله مركز في نقطة معينة اذا تركيزه بيكون في نقطة الايه في نقطة الحمل نفسه بيكون اكتر جزء منضرر في الكاميرا هي نقطة تركيزي الايه الحمل وبالتالي التسليح بتاعي او الشغل بتاعي كله والاجهدات بتكون فيه النقطة دي وخاصها جهد الايه جهد الشد اما لو كان حمل موزع حمل الموزع بيكون اشبه كده بالضبط وشوف انا الابة الالم ازاي بيكون موزع على قطاع من الكاميرا ممكن يشمل الكاميرا بالكامل او جزء من الكاميرا ولكن ما بيكونش جزء ايه ما بيكونش حمل مركب طب ايه النوع التالت انستر النوع التالت بيكون حمل بنطلق عليه الحمل المركب يبقى انواع لأحمال ثلاث حمل مركز حمل موزع والحمل المركب ايه هو الحمل المركب الحمل المركب بيكون عندي على الكاميرا حمل موزع على قطاع من الكاميرا سواء بداية الكاميرا لنهيتها بشكل كامل او في قطاع من الكاميرا جزء من الكاميرا وكمان فوق الحمل الموزع ده بيكون عليه حمل ايه حمل مركز هنا بنسميه الحمل ده او مجموعة الاحمال على بعضها اسمها احمال مركبة يبقى الحمل المركب عبارة عن حمل موزع وحمل ايه مركز طبعا الحمل الفرق ما بين التلات احمال احنا وضحناه وفي التساؤل بتاعنا في الحمل الموزع بتحسب الحمل بتاعنا او ناتج الحمل بتاعنا بالطن او بالمتر الايه بالمتر اسف الطولي ليه الطولي لانه على قطاع من الكاميرا اما في الحمل المركز من اسمه باين بتحسب بالمتر ليه لانه بيكون مركز في جزء واحد ماهوش على طول او قطاع زي ما بحسب مثلا لو انا بحسب كاميرات او بحسب اسف وزارات في اعمال البيض او ما شابه بقول بالمتر الطولي ليه لانه عنده ما فيش ارتفاع ما فيش جزء تاني لازم تحسب بالمتر اللي ايه الطولي يبقى الاحمال ليه انه موزع الحمل الموزع تحسب بالمتر الطولي اما الحمل المركز بتحسب بالمتر ايه بالمتر فقط طيب نشوف بعد كده يبقى الاجابة هنا ايجابة صحيح التساؤل اللي بعده يوضع حديد الفارش خلي بالك بقى حديد الفارش لبلطة السقف في اتجاه الطول بينما يوضع حديد الغطاء في اتجاه العرض وبرضه هنلقي الضوء عليها بجزئية سريعة كده ايه الفارق ما بين الفارش حديد الفارش وحديد الغطاء لابنائي طبعا اللي ما يدرش ان هو يتابع معنا في الحلقات السابقة يكون عارف الفارق ما بين حديد الفارش وحديد الغطاء حديد الفارش اللي هو بيكون موجود او بيترص فيه الاتجاه الصغير بمعنى لو انا عندي بلاطة زي البلاطة الكتاب اللي موجود قدامي ده او الجزء اللي موجود قدامي ده عبارة عن 200 في 400 يبقى الحديد الفارش بتاعي هو اللي بيكون بيترصف فيه الاتجاه الصغير وده هو بنسميه الحديد الرئيسي ليه مستر؟ لان ده هو اللي بتحمل كل كل الضغوط او الاحمال اللي هتوبها موجودة على البلاطة عشان طبعا العزم بتاعه بيكون اشد لانه موجود في الاتجاه الايه؟ الاتجاه القصية اما اللي تحط في الاتجاه الطويل ده بيكون او احنا بنسميه بنطلق عليه الحديد ايه؟ حديد الغطاء وبيكون دايما عشان تقدر تفرق او تعرف اهمية حديد الفرش من حديد الغطاء او الحديد الرئيسي من الحديد الثانوي ان طبعا حديد الفرش بيزيد متر في السيخ عن حديد الغطاء بمعنى لو انا اقول احط سبع اسياخ في المتر في حديد الفرش احط سبع اسياخ في المتر يبقى في الغطاء بحط كام بحط ستة ومهمة هنا حديد الغطاء انه بيتربط في حديد الايه؟ حديد الفرش اما الجزء او العمل او الضغط كله بيكون موجود على الحديد بمعنى ايسر الحديد اللي محطوط في الاتجاه القصير ليه لانه يكون عزمه اشد وبالتالي هيتحمل معيه الاحمال الوقاع على بلطة الساب اما لو المسافة طويلة لو انت ركزت كده وشفت الطول بتاعي اهو وحطيت فيه حديد الغطاء حديد الغطاء مع الطول بتاعه مع اي احمال تكون موجودة ايه اللي ممكن ينتج لانه هو في مسافة او في الاتجاه الطويل بيحدث عليه عملية انحناء اما لو هو قصير او الجود او العزم بتاعه او طول الحديد اسف قصير البعد بتاعه قصير وبالتالي العزم بتاعه بيكون اشد اذا الحديد الرئيسي بتاعي بيطلق عليه حديد سانوي وهو بيطلق عليه تاني او بيسمى بحديد الفرش وده بيكون موجود فين موجود اسفل وبترص في الاتجاه الصغير ولكن لما بتحسب لما تيجي تحسبه بتحسب في الاتجاه الطويل ليه لانه هو مرصوص في الاتجاه الطويل ولكن التسبيت بتاعه او اتجاهه بيكون في الاتجاه نون القصير عكس حديد الغطاء اللي هو بنسميه الحديد السنوي اللي هو بيترصف فيه الاتجاه القصير ولكن لما باجي احسبه اجاعده بيتعد فيه الاتجاه نون في الاتجاه القصير طيب بعد كده يبقى الاتجاه هنا نشوف دي بيقول لي يوضع حديد الفرش لبلاطة السقف فيه الاتجاه الطول خلي بالك وعكسها هنا هو يبقى الفرش في اتجاه الطول بينما يوضع حديد الغطاء فيه اتجاه العرض يبقى الاجابة هنا اجابة ايه خاطئة السؤال اللي بعده العزم يساوي القوة في زراعة او القوة في المسافة طبعا الاجابة اجابة صحيح هندخل بعد كده خلاص كده احنا نهينا الجزء او الشق الخاص بيه الاسئلة النظرية وحننتقل الاسئلة العملية والتمرين واول تساول عندنا واول سؤال او اول تمرين في المسائل بتاعتنا عندنا كاميرا كاميرا دي عبارة عن كاميرا بسيطة زي ما شفت اوه كاميرا بسيطة ليه مستر او انت سميتها بسيطة ليه لانها محملة بيه احمال مركزة ومنتهية مهيش ممتدة من الطرف اليمين او من الطرف الشمال يعني دي كاميرا محصورة ما بين عمودين عمود في الجنب اليمين وعمود في الجنب الشمال دي اسمعها كاميرا بسيطة محصورة ما بين ركيزتي طيب الكاميرا قبل ما احكم عليها لازم ابص على الكاميرا الاول وشوفها هي محملة او الشكل بتاعها كاميرا دي كاميرا متمثلة ولا كاميرا غير متمثلة طب اغلب ابناء الطلبة ممكن يتقوه ويطلخبط وما يعرفش فانا اقولك هي هنا شايلة 3 متر على بعد كام متر ونص طب من الجنب اليمين شايلة 3 متر على بعد كام متر ونص اللي تحت ده شباب الامطار او المسافات ما بين الاحمال بعضها البعض وهنا لو انا بصيت كده شايلة 2 متر في منتصف الكاميرا بالزبط على بعد من هنا من الركيزة دي 3 متر وعلى بعد من الركيزة دي كام 3 متر يبقى اذا الكاميرا دي كاميرا ايه كاميرا متمثلة فانا لازم احكم عليها عشان بعد كده اقدر احسب رد الفعل بسهولة وكل يس ليه لان الكاميرا لو هي كاميرا غير متمثلة اعرف الكاميرا غير متمثلة ازاي انها ممكن تكون محملة بحملة من الاتجاه ده كابولي مثلا ومكونش فيه كابولي موجود الناحيات او الاحمال دي بتكون مختلفة طب ما هي مختلفة يا مستر هقولك اه هم مختلفة صح لكن هنا من على الجنب الشمال على بعد متر ونص وهنا من جنب اليمين على بعد متر ونص ونفس الحمل هنا هو نفس الحمل هنا زائد كمان لو انت هتقول انه اللي في النص ده مختلف عن اليمين ده والشمال اللي هو اتنين متر ما هوش تلاتة ماشي مفيش مشكلة ولكن هقولك انه الاتنين طن دول في نص الكاميرا بالزبط وعلى بعد من هنا متر 3 متر وعلى بعد من هنا 3 متر اذا الكاميرا كاميرا متمثلة طيب كاميرا متمثلة احسب لها ازاي او ايه المطلوب بيقولي هنا الرسم المقطع عبارة عن كاميرا محملة بأحمال مركزة طبيعي المطلوب المطلوب حساب رد الفعل ورسم منحنة قوة القص وكذلك حساب عزم الإنحناء هنا أول حاجة طبعا لما أنا خلاص أرفت وتأكدت أن الكاميرا كاميرا متماثلة فبقول حساب لحساب رد الفعل بما أن الشكل متماسل إذن ره ألف تساوي ره به تساوي مجموعة الأحمال الرأسية على اثنين وهنقف هنا لحظة ونعمل إثبت عليها ونأكد ونشرح عشان نوضح لأبناء الطلبة إيه الكاميرا المتماثلة وإيه رد الفعل عشان تكون عارف أن الكاميرا لما تكون كاميرا متماثلة زي ما وضحت لك وشفت الأحمال دلوقتي على الإصلايت بتاعنا وتكلمنا عليها أنه طبعا بيكون الأحمال متساوية على مسافات وأبعاد متساوية هنا لما بجأة أحسب رد الفعل عايز أقول لك أنك إنت لو أنت عندك الكاميرا بتحمل أحمال وليكن 8 طن دي أحمال وقاع على الكاميرا لازم لازم العمود ده يرد الأحمال دي ب4 طن والعمود ده يرد ب4 طن ليه لأننا اللي نازل أو الأحمال الوقاع على الكاميرا عبارة عن 8 طن لابد من رد فعل يساوي نفس المقدار اللي نازل على الكاميرا دي يبقى 4 من الجهة دي و4 من الجهة دي طبعا أنت أسمتهم ليه مستر وقلت من هنا 4 وهنا 4 قلت لك عشان اللي نازل ده 8 وبنان عليه وعلى كلامك أنت من شوية وأنك أنت أثبت بالفعل أن الكاميرا دي كاميرا متماثلة يعني كاميرا متماثلة يعني رد الفعل عند الركيزة اليمين هيساوي رد الفعل عند الركيزة الشمال اللي اتنين هيساوي إيه يساوي رد الفعل ده هيساوي قيمة الحمل اللي إيه اللي نازل على الكاميرا يبقى لو الكاميرا متماثلة هو خلاص بكل سهولة هو عشان انت تقدر بعد كده اثناء اجراءك الامتحان او الاجابة تكون عارف اوتوماتيك على طول ان الكاميرا لما تكون كاميرا متماثلة الاحمال اللي نازلة هيسويها احمال ايه طالعة او رد فعل ايه طالة تمام يبقى لو انا عندي قيمة احمال بعشرة طن نازلة والكاميرا دي كاميرا متماثلة خلاص انت عرفت اوتوماتيك كده على طول وبدون اي تفكير ان رد الفعل اليمين هيكون يساوي رد الفعل الشمال اللي هو بنطلق عليه وبنسميه زي ما شفنا في التمرين بتاعنا الف وبه يبقى رد الفعل عند الف هيساوي رد الفعل عند به ليه لان الكاميرا كاميرا متماثلة يبقى هنا بيساوي هنا يساوي كام يساوي خمسة طن معناها انه ده هيرد بخمسة طن وده هيرد بخمسة طن هما الاتنين عشرة طن المجموعة ملابع يساوي عشرة طن اللي هو ايه اللي هو نازل على الكاميرا تمام كده يبقى في الكاميرات المتماثلة رد الفعل بيساوي مجموعة اللي هي اللي احمال الرأسية على اتنين يبقى قيمة الاحمال اللي نزلها تتسم على كام على اتنين وده اصل طريقة لفهم فهم القانون مش حفظه زي ما احنا بنكد دايما انا عايزك او حبك تكون فاهم ما تكونش حافظ بس وخلاص يبقى انت كده عرفت ان لكل فعل رد فعل بيساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه طب الفعل اللي نزل عندك قيمته كام قيمته اتناشر طن يبقى خلاص لازم يوزيه او يساويه اتناشر طن برضو ولكن عكس الاتجاه اذا كانت الكاميرا متماسة يبقى خلاص انت بتحكم ان رد الف هيرد بستة ورد بيه او ريه بيه هيرد بستة ستة وستة يساوي اتناشر يساوي رد الفعل اللي ايه اللي نازل من فوق او قيمة الاحمال المحملة على الكامير نرجع كده ونبص على الاستياد بتاعنا ونشوف هنا بيقول لي خلاص اوف زي ما اتكلمنا من شوية ريه الف بيساوي ريه بيه بيساوي مجموع الاحمال الرئاسية ولكن على كام على اتنين واثنين ليه مصطر عشان الركيزة دي والركيزة دي هم اللي هيرده او هم اللي هيقاوموا قيمة الاحمال اللي نازل عليه في الكاميرا الموضحة طيب مجموع الاحمال الرئاسية يبقى ثلاثة زي الاثنين زي التلاثة يساوي تمانية تمانية على اتنين يساوي كام يبقى الف يساوي بيه يساوي اربعة طن يبقى ألف هيرد بأربعة طن وبيها هترد بأربعة طن لأن إجمال الأحمال اللي نازلة كام تمانية طن ودي أول جزئية فيه السؤال يبقى أنا كده قدرت أجيب رد الفعل للكاميرا الموضعة قدام طب نشوف الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده بيتكلم عن رسم منحنة قوة القصر وأنا دايماً بقول لأباقي الطلبة في المدرسة عندي بقول له بكل سهولة ويوسف أنت بتكتب رد الفعل هنا أربعة ورد الفعل هنا أربعة الناتج اللي انت طلعته ونتج الأحمال طبعاً مكتوب عليها من فوق أو قيمة الأحمال المسجلة والأبعاد موجودة باخد مسافة على أي بعد من الكاميرا نفسها زي الخط الرأسي ده بسميه سين سين وبيبدأ من الجنب الشمال دايماً أقول لهم كده ابدأ من الجنب الشمال وبص على السهم بتاعك وشوف اتجاهه فين لو بصيت كده هلاقي السهم بتاعي فين لفوق طب قيمته كمان مستر قيمته أربعة يبقى أطلع لفوق أطلع أربعة وافضل ماشي كده خط ماشي خط لحد ما بصوا طبعاً وأنا ماشي عيني على الأسهم اللي موجودة فوق اللي هي قيمة الأحمال انت طلعت أربعة من الجنب الشمال بعدين مشيت مشيت في اتجاه الجنب الآخر أو الركيزة اليمين قابلك الحملة ده قيمته تلاتة طن يبقى انت كنت طالع أربعة هتنزل تلاتة هتفضل عندك كم هنا يتفضل واحد بعد كده هكمل تاني هلاقي الحملة ده منزلني كام منزلني اتنين خلي بالك ان انت كان فوق الخط كان بقى واحد من الحملة اللي قابله اذا هتنزل لتحت كام واحد واحد اتنين اللي ما بيسوي قيمة الحملة اللي نازل اللي موجود على الكاميرا بعد كده بكمل في الاتجاه اليمين هلاقي أو هيقابلني هلقي هنا قيمته تلاتة خلي بالك برضو تاني انك انت كنت نازل هنا كام كنت نازل واحد وهنا نزلت تلاتة يبقى المحصلك بقت كام أربعة هاجي كده خلاص في نهاية الكاميرا هبص على السهم ده هلاقيه طالع بكم طالع باربعة ولو بصيت للمسألة لازم الرسمة تقفل معاك يعني لو الناتج ده او الخط ده تطلع اهل من اربعة اللي هو قيمة رد الفعل اللي موجود عندك هنا يبقى ايزا عندك خطأ فيه حساب رد الفعل او اثناء اجراء عملية اللي ايه عملية منحنى قوى القص لو بصيت كده كمان وقسمت الكاميرا النصين هتلاقي الجزء اليمين هنا بيسوي الجزء الايه الشمال في الشكل والمنظر كمان عندك كل ما هو فوق الخط بيكتكتب او بتحسب به الموجب كل ما هو اسفل الخط بكتب فيه باشارة الايه السالب يبدأ اسهل طريقة لمنحنى قوى القصة شباب ببدأ او بيبدأ معايا منين بيبدأ معاك من بعد ما تحسب رد الفعل باجي رسم الخط على بسافة معينة من الكاميرا بابدأ من الاتجاه الشمال وابسط حاجة وايصر حاجة ان انا بص على الاسهم بتاعتي واشوف رؤوس الاسهم اما الفوق او لتحت لو هو الفوق هطلع معاه لو هو الاسفل كده زي الشكل اللي قدامي ده هنزل معاه لو بسط كده هنا طلع اربعة مشيت في اتجاه الركيزة التانية ده نازل تلاتة نزلت تلاتة كان فينا اربعة بقى واحد بعد كده تكملت في الاتجاه اليمين لدي ده نازل اتنين كانت انا سايب هنا او كان بقى معايا واحد يبقى انا هنزل كده اتنين واحد فوق واحد تحت بعد كده هكمل في الاتجاه برضو الاتجاه الركيزة اللي في اليمين كان هنا بقى واحد معايا هنا هنزل كمان تلاتة تلاتة وواحد بقى اربعة هاجي كده في الاتجاه اليمين الاقي اخر رد فعل عندي قيمته كان قيمته اربعة اذا كده نطمئنيتنا الحل بتاعي حل سليم وصحية نشوف الخطوة اللي بعدها او السؤال اللي بعده هنا خلاص كده بننتقل لجزء تاني او نوعية تانية من الاسئلة وهي الكوبيل والمقصود بالكوبيل اللي هي البلكونات او الجزء او الاجزاء اللي بتكون متسبتة من طرف واحد وايصر حاجة لك او اشبه حاجة اكتر حاجة تكون شبيهة في الواقع وتقدر تعرفها بسهولة اللي هي البلكونا اهو كده متسبتة من طرف واحد وده عند البلكونا وخلي بالك ان عزم اللي احنا كله في البلكونات بيكون لأسفل طبعا بيكون اتجاه الحديد بتاعي بيكون فوق ليه لان بص كده لو لاحظت لو انا ده البلكونة ايه متسبتة من طرف واحد وديه الأحمال لو انا عندي أحمال هنا ومفيش حاجة تقاوم كده او ده مش هيقدر يقاوم يلي هيحدث عندك هيحدث انحناء ليه البلكونة دي او punch او الكاميرا او الكاميرا او الكابول الموضح قدامك ده هنسميه له ونطلق عليه مجازاً البلكونة خلاص يبقى هيحدث عندي ايه انحناء اذا انت لازمك حديد او لازمك تسليح يقاوم عملية الانحناء ده عشان البلكونة دي تفضل او تقدر تقوم معاك وبالتالي عزم الانحناء عندك كله بيكون بالايه هنا بيترسم كله في السالب وبيكون لفوق يعني الحديد الرئيسي بتاعك كله في البلكونة عشان انت حتى لو لاحظت فيه اثناء عملية التصميم وخاصة في حديد التسليح بيستخدم حديد بيسميه شوكة بيجي الحديد طبعا بيكون مربوط عندك كده في البلطة من ورا ويجي كده قدام بعدين يقوم تانيه وعملوا كده شوكة وهم رجعوا تاني وهم عملوا الجنش بتاعه لو انت لاحظت ان كده عمل طبقتين ايه طبقتين حديد زي الملسانزة ممكن نطلق عليه او بيسمى فيه تسليح الاسكف باللفلات السلاب ولكن ده تصميم البلكونات بيكون عبارة عن شوكة السيخ بيجي ممتد من ورا من الباكية دي وبيطلع وبعد كده بيكون اتجاهه الفوق يلف وبعد كده ياخد الجنش بتاعه ليه يلف السيخ لفوق لان انت عندك او انت دراستك ما بتحساب الانشاءات ان عزم الانحناء او اكبر قوة او جهد انحناء بيكون موجود عندك فين في البلكونا بيكون في الجزء الاعلى ليه لان الاحمال طبعا بتكون لاسفل فيش حاجة هنا ترد وبالتالي اللي هينتج عندك يحدث انحناء للبلكون طيب نشوف كده الكابول بتحسب ازاي هنا بيقول لي احسب رد الفعل الرأسي ورس الملحنة قوة القصة الموضح طبعا ليه الكابول ده شكل المسألة بيكون بالشكل الموضح قدامي ده اول حاجة بقول حساب رد الفعل الرأسي طبعا ليه الكابولي بيساوي مجموعة الاحمال الرأسية هناك كنت باقول ايه مجموعة الاحمال الرأسية على اثنين للي كان عندي ركيزتين ركيزة يمينة وركيزة شمال في الكاميرات بس خليبا لك ان هنا مفيش غير ركيزة واحدة يعني مثبت منالطرف واحد بس وبنان عليه باقول مجموعة الاحمال الرأسية وده الفرق ما بين الكرمرات والايه والكوابيه يبقى ريه به اللي هو رد الفعل عند نقطة التثبيت اللي هي بيه ده ايه بتساوي هناك كنت بقول لك ايه طبعا مجموعة الاحمال الرئاسية على اتنين والكل فعل رد فعل وساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه هنا حابب ااكد لك ان قيمة الاحمال اللي نزلة دي لازم يسويها رد فعل عند نقطة التثبيت رد فعل يعني بقدي قيمة الاحمال اللي ايه اللي نزلة عند نقطة التثبيت لازم يسويها طب قيمة الاحمال دي كان مجموعة الاحمال الرئاسية لو انا بصيت رئالي بتساوي واحد زايد واحد ونص يساوي اتنين ونص يبقى انت بتقول لي يا مستر اننا الاحمال اللي نازل دي قيمتها او يجمليها اتنين ونص لازم النقطة دي هترد برضو بقيمة كام بقيمة اتنين ونص عشان يفضل عندك اللي ايه الكابولي كابولي سابت كده او الكاميرا لو احنا بنسميها مجازا تفضل سابتة عندك طيب ثانيا نرسم قوة ايه القص برضو يا مستر هتقول لنا من الشمال ايه هقولك هنبدأ من الجنب الشمال وهرسم الخط زي ما عملت هناك نزلت فيه الكاميرا الخط اللي هو سين سين او منحانا قوة القص ده هو خط الافقي على بعد من الكابولي بتاعي وبروح من الجنب الشمال وبعتبر طبعا نقطة التثبيت دي رد فعل عكسي اللي نازل يبقى اتجاهها يكون فين يا شباب اتجاهها الاعلى طب قيمته كام خمته اتنين ونص عم تطلع من هنا اتنين ونص كده الفوق وبعدين امشي في الاتجاه الحملة طبعا زي ما كنت بعمل هناك في الكاميرات هلاقي ده نازل كام نازل واحد ونص كان عندي انا كنت طلع من هنا اتنين ونص خلي بالك نزلت منه واحد ونص هنا وامشي كده في الاتجاه ده ده هينزل كام واحد عشان يقفل معايا الاتنين ونص وكده يبقى الكابولي قفل معايا في منحانا قوة القص يبقى اذا انا نفست الخطوة دي خطوة ايه خطوة سليمة بعد كده خطوة تانية عندي اسمها عزم الانحناء ازاي يحسب عزم الانحناء للكابولي الموضح في الرسم بتاعي بقول عزم الانحناء عين الف يساوي صفر عين الف ده اللي هو عند الطرف الحر وطبعا يا شباب احنا عابين نأكد على جزئية ان عزم الانحناء عبارة عن ايه زي ما انا شفت قبل كده فيه الاسئلة النظرية وهو انت لازم توظف برضو الجزء النظري فيه الاسئلة العملية بتاعتك والتمرين فطبعا ما تحفظهش هناك في الجزء النظري ولما تجيلك في تمرين زي كده ما تقدرش تكون فاهم او تكون عارف وبالتالي وبنان عليه في التمرين بتاعنا انا مرتبط وبقولك بقانون القانون ده بيقولك ان العزم بيساوي القوة في المسافة او القوة في زراعة تمام كده طيب القوة في المسافة لو انت لاحظت ان انا عندي ده الطرف او الكابولي او الكاميرا الاسف الكابولي او البلاكون انا اشغال عليها وعندي هنا حمل عند الطرف الحر ده الطرف المثبت وده الطرف الحر طب الطرف الحر ده لما اجي حسب هنا رد الفعل او عزم الانحناء عبارة عن قوة انت قلت يا مستر قوة في مسافة خلي بالك انت بتحسب عند النقطة دي اللي هنسميها وليكن الف وعليها قيمة حمل عشان ده اغلب برضو ابناء الطلبة للأسف بيقع فيها وما بيعرفش يفرق ما بين عزم الانحناء عند الاطراف او في منتصف الكاميرات الكوابيل فليه يا مستر بصف انا اقول لك بصف ليه عند نقطة الف دي لانه طبعا محتاج قوة في مسافة لكنه ما عندكش مسافة انت عندك قوة والمسافة عندك هتكون كم صف وبالتالي يبقى عزم الانحناء عند الطرف الحر لانت عندك في الكوابيل طرف حر ايه واحد لكن في الكاميرات ممكن يكون عندك ايه طرفين الطرفين دوم اللي هو عند الركايز باصفر تمام كده لكن انت هنا عندك ايه عندك طرف واحد حر اللي هو الف عندك اه حمل او قوة موجودة ما فيش مشكلة لكن المسافة بصف يبقى مهما كانت قيمة الحمل اما هتضربها في صفر هيطلع بصف اذا رد او عزم الانحناء عند الطرف الحر في الكابولي اللي هو هنا بيسميه الف يساوي صف طيب نكمل كده مع بعض ونشوف الجزء التاني يبقى عزم الانحناء عند الف يساوي صف طيب النقطة اللي بعدها عند نقطة جيم دي هاخد عزم الانحناء عند نقطة جيم يساوي خلي بالك بقى انا قلت لك ان الانحناء كلها هتبقى بالسالب ليه لان الانحناء كل الفوق وطبعا قيمة الحمل ده ايه نازل او احنا بنسميه دايما او بقول لابناء الطلبة السهم اللي لتحت ده يبقى نازل اي حمل اشارته او اتجاهه نازل لاسفل يبقى هتكون اشارته بالايه بالسالب اما الطالع او الصاعد ده او عند نقطة تثبيت هتبقى بالايه بالموجب نشوف مع بعض كده يبقى انا بقول سالب واحد بص خلي بالك اوه والنفذ اللي انا قلته من شوي قيمته كام واحد في مسافته كام انا بحسب عند جيم دي يبقى قيمته واحد في مسافته واحد يبقى بس الاشارة هنا لا تختلف معايا بقى وانا محتاج اركز عليها يبقى انا بقول سالب واحد في المسافة واحد يطلع الناتج بواحد طين زي ما انا شفت كده يبقى عزم الانحناء عند نقطة جيم اللي هي النقطة ده هي بيساوي سالب واحد اللي هو ده في المسافة بتاعته عند نقطة جيم اللي انت بتقول عليها ان انت وافه عندها سالب واحد في واحد يطلع ناتج بسالب واحد طيب بعد كده هروح اجيب عند النقطة دي يبقى انا خلي بالك بجيب هنا اطلع بصف اجيب هنا اطلع بسالب واحد بعد كده هجيب عند الجزئية دي واشوفها تحسب ازاي انا بقض هنا عند النقطة اللي يجيم آه اسف به وباخد كل قيمة حمل في المسافة بتاعته لحد نقطة به اللي انا وافه عندها فلو بصت هنا عزم الانحناق يساوي سالب واحد اللي هو ده في المسافة بقى بس مش في واحد بقى المرة دي في اتنين ليه لانك انت بتحسب عند بيه وما تنساش العملية دي يبقى سالب واحد في اتنين بسالب كام بسالب اتنين ثم بعد كده سالب واحد ونص برضه في المسافة دي اللي هي واحد يبقى سالب واحد في اتنين وارجع تاني سالب واحد ونص في كام في واحد ولو عندي هنا تاني هاخد برضه الحمل في المسافة بتاعته ولكن انا ما عنديش غير اتنين من الاحمال والمسافات بتاعتي يبقى انا كده بجمع الناتج بتاعي بيطلع في الاخر سالب واحد في اتنين بسالب اتنين وسالب واحد ونص في واحد بسالب واحد ونص واحد ونص بالسالب واثنين بالسالب اللي المال بتاعهم يطلع بثلاثة ونص وإشارته سالب وحيطلع لازم يطلع إشارته بالسالب اذا طلع معك في الكوبيل بيقى الموجة بيبقى انت حليت خطأ او جمعت غلط ليه لان انا قلتلك بالسالب معناه ان الحديد بتاعك كله هيترسم او هيتسلح فوق في الجزء اللي فوق الجزء العلوي من الكابولي وبالتالي اعلى الخط التسليح بتاعك كله هيكون اعلى ليه اعلى الخط طيب اجي بقى بعد كده ارسم للشكل بتاعي بتاعزمن احنا طبعا هنا بصفر وعنده نقطة جيم بطلع كام اطلع واحد اذا انا قلتلك الناتج بتاعك كله او الرسم بتاعك هيكون اعلى الخط هنا واحد وعنده نقطة التثبيت بثلاثة ونص وحاببه يكدلك او انوه على جزئية يا شباب ان عزم هنا الرسم بيكون هنا عكس عكس عزم النحناء يعني في قوى القص الموجب فوق والسالب بترسم تحت اما في عزم النحناء السالب بترسم فوق الخط والموجب بيترسم تحت الخط وان كان في الكوابيل ما فيش عندك حاجة اسمها اسفل الخط يبقى كله اللي هيترسم اوتوماتيك وتكون عارف ودي قاعدة ثابتة انه كل الرسم في عزم النحناء هيكون اعلى الخط والناتج بتاعه في عزم النحناء كله لازم يطلع باللايه باستالب يبقى كده احنا اتكلمنا عن هساب رد الفعل ومنحنى قوى القص ورسم منحنى عزم الانحناء للكاميرات والكوابية شوف بعد كده جزء تاني هنا كابولي ولكن بشكل تاني كابولي محمل بأحمال موزعة بانتظام يعني ايه انا اتكلمت في انواع الأحمال من شوية وقلتلك الحمل الموزعة اللي هو بيكون على قطاع من الكاميرا او الكابولي او ممكن يكون مسك جزء منها من بدايته لنهايته او جزء بس خاص قطاع من الكابول لو بسط كده الحمل بتاعنا حمل موزع ماسك الكابولي كله من بدايته لحد ايه لحد نهايته ممتد عليه ده حمل اسم بنقول عليه حمل موزع بانتظام طيب نشوف هنا بقولك ايه يحسب رد الفعل ورسم منحنى قوى القص ومنحنى عزم نحنى للشكل ايه الموضع طيب لحساب رد الفعل وهنا لازم اعمل ايه يا شباب لازم اول خطوة بنجرع عملية اسمها عملية تركيز الحمل الموزع تركيز الحمل الموزع ايه ده يا شباب او بتعمل ازاي ونأكد عليه طبعا ونموضحه عشان برضو نكون عارف ان بداية الخطوات في الحل بتاعنا نعمل عليها اصبط كده ويكونوا عارفين ان بداية الحل في الخطوات الخاصة بحساب الاحمال الموزع بانتظام بعمل لها عملية اسمها عملية تركيز الحمل الموزع ايه تركيز الحمل الموزع الحمل الموزع معروف انه على قطاع او بدء من بداية الكابول حتى نايته بركز الحمل ده في جزئية معينة عشان بعد كده اقدر اجري له عملية اللي ايه هساب رد الفع طب بعملها ازاي ده مستر بجيب قمته خلي بالك بقى قيمة الحمل الموزع ده وان كان اتنين متر مثلا بضربه فيه مسافة الحمل الموزع يعني في المسافة اللي موجود فيها الحمل الموزع طب ما ممكن يا مستر يكون على طول الكاميرا خلاص ما فيش مشكل يبقى قيمة الحمل الموزع لو هو اتنين طن على مسافة الكاميرا اللي ايه اربعة في مسافته اللي هي اتنين في المسافة والليكن اربعة بيطلع الناتج مثلا بتمانية التمانية ده انا عملت له عملية تركيز لحمل الموزع ازا هيكون بما انك دي قمته في مسافته ازا الحمل هايكون فينه يا شباب حملت هايكون في منتصف ايه منتصف المسافة بالظبط انك انت عملت له عملية ايه عملية تركيز الحمل يبقى تان او الخطأ في حساب الاحمال الموزعة بانتظام صواب في الكاميرات او في الكوبيل اول الف كده بتقول ايه نجري عملية تركيز الحمل ايه الموزع وذلك عن طريق ضرب قيمته في مسافة يبقى ترسم كاميرا جديدة او كابول جديد زي ما نشوف كمان شوية الوقتي وبعد كده بترسم بتضرب قيمة الحمل الموزع ده في المسافة بتاعته اللي هو ماشي فيها اتنين متر وليكو اتنين طن ناسف في المسافة وليكو خمسة يبقى اتنين في خمسة يطلع الناتج بعشرة وارسمه في منتصف الايه منتصف الكاميرا بالزبط او منتصف المسافة اللي موجود فيها الحمل الموزع بانتظام زي ما هنشوف مع بعض كده ونروح للإستاذ بتاعنا ونكمل تاني اهو هنا قيمته اتنين في مسافته اتنين يبقى اتنين في اتنين بيطلع الناتج بكام باربعة ورسمته في المنتصف بالزبط تمام كده يبقى انا كده اعرفت ازاي ان ا برسمه وكمان ازاي اوزعه طبعا بنفس الطريقة اللي فاتت بحسب منحنة عزم الانحناء ولكن الجديد عندك اللي هو كيفية حساب عزم الانحناء للجزء الموزع بانتظام ده اوه انا بقول عليه واو لام تربيع ده القانون بتاعه واو اللي هي قيمة الحمل الموزع اللي هو اتنين ولام اللي هي المسافة بتاعته بربعة يبقى واو اللي هي اتنين في لام تربيع اللي هي اتنين تربيع بيديني عزم الانحناء للجزء الموزع بانتظام ونشوف الجزء اللي بعده عشان خلاص الوقت معكم بيمر بسرعة وقربنا نوصل لنهاية الحلقة هيتكلم عن اول جزء بيتكلم عن عزم قصور الزاتي وفي عجالة كده هوضحها وحضراتكم بسرعة وتكتبوها ورايا وتسجلوها ان عزم الانحناء عزم قصور الزاتي للمربع بيساوي بيه اصاربع على اتناشر وبيه ده طول ضلع المربع يبقى بجيب طول ضلعه واضربه فاربع وقسمه على اتناشر يديني عزم الانحناء اما ان كان الشكل المستطيل بيساوي عزم القصور الزاتي سين سين حول محور سين سين للمستطيل بيساوي به دال تربيع تكعيب على اتناشر ده اذا كان طبعا الشكل ايه مستطيل به اللي هو العرض وده اللي هو الارتفاع بتاعي بتاع المستطيل يبقى به دال تكعيب على اتناشر ده سين سين اما صد صد للمستطيل بيكون العكس بتاعي فبيكون دال بتكعيب على 12 ده كده خاص بالمستطيل في المسلس ملوش طبعا صاد صاد بحسب سين سين فبقول كده عزم القصور الزاتي للمسلس يساوي سين سين ساوي صاد صاد يساوي بدال تكعيب زي ما قلت هناك في المستطيل ولكن على 36 وطبعا اتفقنا ان هو ملوش صاد صاد وبنان عليه هيكون طبعا خاص بالمسلس بدال تكعيب على 36 بيختلف عن المستطيل ان ده على 12 وده على 36 اما الجزء اللي بعد كده في الكاميرات والجزء اللي هيجي بعد كده بعد حساب عزم القصور الزاتي بيجيلي الجزء الخاص بالاشكال الهندسية ممكن يكون مستطيل دخله مربع او مستطيل دخله مسلس طبعا اعمل ايه مستر بفرق طبعا بجيب عزم القصور الزاتي للمستطيل او الشكل الكبير وبجيب عزم القصور الزاتي للمسلس او المربع الصغير اللي موجود داخل المستطيل بجيب ده وبجيب ده بعد كده بطرح الاتنين من بعض بيطلع عندي حاصل طرح اللي ايه طرح الشكلين من بعض وبعد كده بننتقل لجزء اخر اللي هو تصميم البلاطات ولازم افرق بين حاجتين طول البلاطة على عرضها اذا كان الناتج اصغر من او يساوي اتنين يبقى البلاطة ذات التجهين وده حكم انا بحكمه عليها عشان بعد كده بعمل عملية اللي ايه التصميم بتاعها اما العكس بتاعها اذا كان طول البلاطة بقسم طولها على عرضها طبعا اي بلاطة سقف او ما شاء بكون لها طول ولها عرض بجيب طولها واقسمه على عرضها اذا كان الناتج اتنين او اكبر من اكبر من اتنين آسف بكون البلاطة ذات اتجاه واحد وطبعا البلاطة ذات الاتجاهين بيكون لها تصميم اما البلاطة ذات الاتجاه الواحد بيكون له تصميم اخر يعني للأسف ان الوقت معاكم بيمر بسرعة ان شاء الله بإذن الله بندعو العليل قدير لكم التوفيق والسداد دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة